اهلا بكم الى هذه النافذة التي نرصد لكم فيها ابرز ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي ونتعرف سويا على اصل الحكاية وحكاية اليوم عن مأرب التي تعتبر ركيزة الجمهورية والشرياء المحافظات اليمنية وكيف تغذي هذه المحافظة باقي المحافظات اليمنية وتحافظ كذلك على الجمهورية اليمنية اليمنية اذا محللون سياسيون وعسكريون وصحافيون ونشطات تفعلوا على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبوا عدد من التغريدات نستعرض لكم بعض منها وبداية من سيف الحاضر الذي قال بيان الحكومة حول الكهرباء جاء لتأكيد مؤكد مأرب لا تقدم للجنوب وعدن النفط والغاز مأرب جيش ومقاومة وقبائل تقدم قوافل من الشهداء والجرحى ليبقى الجميع في المحافظة المحررة ينعمون بالامن والامان والاستقرار مأرب تحمل هم وطن من المهرة حتى صعدة لم تكن ولن تكون مشروعا مناطقيا او عنصريا مأرب الجدار الحامي للجمهورية نبراسل للتعايش مأرب التي خذلتها الحكومة لم تبادلها ذلك بالتمرد ولم تقابل الحصار المفروض عليها بالتنمر تعرفون لماذا لانها صاحبة مشروع وطني جامع تبذر الصبر والتضحية شهد جرحى نازحين ليكون الحصاد الجمهورية اليمنية وهزيمة المشروع او المشاريع الطائفية والمناطقية والجهوية لاستعادة الدولة المغتصبة وتحرير عاصمة اليمن الكبير صنعاء مأرب امل المواطنين القابعين تحت عذبات الميليشيا شمالا وجنوبا بعد الله سبحانه وتعالى اللهم كل مأرب حافظا ونصيرا يا رب الدكتور محمد جميح ايضا في تغريدة له قال قبل ايام اخرج الانفصاليون كذبة تقول ان 185 مليار ريال صحبت من البنك المركزي فرعدا الى فرع البنك مأرب الامر الذي نفاه محافظة البنك نفسه واليوم تقول الحكومة ان 80% من النفط الخام الذي يتم تشغيل محطة كهرباء الرئيسي بيترو مسيلة به يأتي من مأرب وانها تدفع مليون وثمانمائة الف دولار قيمة التشغيل اليومي لكهرباء عدن باجمالي 55 مليون دولار شهريا عدما ما يؤخذ من منحة المشتقات السعودية هذه الملايين تحت تصرف السلطات المحلية التي يجب مسألتها اين تذهب هذه الاموال في حين ان اهالي عدن يشكون حر الصيف من انقطاعات الكهرباء نحن لا نتحدث عن بقية المحافظات التي يتم ظلامها لا نقول لصالح عدن ولكن لصالح اغوال الفساد في المحافظة الذين لم يكتفوا بقضم الاراضي في الجبال والسواحل حتى شفط النفط الذي يخصص من مأرب لعدن فيما هم يتهمون مأرب بالسرقة قلة حياة وقلة دين وقلة مرؤة لا مثيل لها السكوت جريمح فتحي بن لزرق ايضا في تغريدة له قال نصف عمري قضيته معتقدا ان محافظة الحسوة كانت تضيء صنعاء وحينما كبرت علمت ان نصف عدن كانت تضيئها محطة مأرب الغازية والنصف الاخر من عمري كنت ان اقضيه معتقدا ان محطة الرئيسي تشغيل من ثروات الجنوب حتى ركل معين بقدمه هذا الاعتقاد وكشف انه غير صحيح وان مأرب مرة اخرى تضيء عدن رغم جراحها كبيرة يا مأرب كبيرة جدا احمد شبح ايضا في تغريدة له قال مأرب تقف الى جانب عدن والى جانب جميع المحافظات تغذي البلاد بالنفط والغاز وتقاتل دفاعا عن الجمهورية اليمن واحد واليمنيون اخوة ايش اللي يمزع على بعض الخلايا الخاصة ان مأرب توفر وقود كهرباء عدن المحامي محمد المسوري في تغريدة له قال مأرب التي هاجموها ليلة نهار ولا زال طلعت هي المعطي العام لكل اخواتها طلعت هي من يغطي عاجز كل المحافظات دون ان تمن على احد بانها تعطي لهذا وذاك تكالبوا عليها من كل اتجاه ولكنها صامدة صامتة تعاملت مع الجميع معاملت الاب الحنون لولده العاق كبير يا مأرب وستبقى كبير مأرب والقاضي الدكتور احمد داعطية وزير الاوقاف الاسبق في تغريدة له قال من يزور هذه المحافظة يجزم انه لا يوجد محافظة يمنية الا وفي مأرب من سكانها خرجوا من جحيم الحرب اتسعت صحراؤها ووديانها لملايين النازحين وتميزت بالشهامة القبلية والقيادة الرشيدة والكرم والصخاء ترددت انها شخصيا كثيرا اليها وكل مرة تجدها تتوسع اكثر من مختلف الفئات وهمدان العلي في تغريدة له قال لله درك يا مأرب هذه المحافظة الابية ترفض كل اليمن شماله وجنوبه وشرقه وغربه من خيراته بصمت وبلا منة هذه المحافظة التي تصمد امام عدوان مرتزقة الخمين منذ سنوات ويضحي سكانها بارواحهم في سبيل الدفاع عن مشروع اليمن الكبير لله درك يا مأرب لله در الاحرار فيك يا مأرب ختاما من مختار الفقيه الذي قال في تغريدة له مأرب مقاومات الدولة متكاملة جيش محترف ومناطق عسكرية وأجهزة أمنية وشرطة متكاملة ومقاومة شعبية من جميع محافظات الجمهورية وقبائل وسكان من أرجاء اليمن يصل أربعة ملايين تروات نفطية وطبيعية ومساحة جغرافية تفوق بعض بلدان العالم المؤثرة ويجب أن تأخذ حجمها الطبيعي هذا ممثلة للجمهورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر